الأمم المتحدة تقول إن حوالي سبعين ألف مواطن نزحوا من بوركينفاسو خلال الشهرين الأخيرين بفعل تصاعد الهجمات المسلحة وأعمال العنف في عدد من مدن البلاد وأضافت الأمم المتحدة أن أزيد من ألف ومائة مدرسة أغلقت أبوابها في البلاد وهو ما تسبب في حرمان حوالي مائة وخمسين ألف طفل من التعليم وشهدت عدد من مناطق بوركينفاسو تصاعد الهجمات المسلحة خلال الأسابيع الأخيرة وقد أضحت الجماعات الناشطة بالبلاد تستخدم طرق تفخيخ جذامين ضحاياها من أجل حصد المزيد من أرواح القوات البركينية حيث تلبس من قتلت من الجنود زيا عسكريا بوركينيا وترميه بطريق رئيسي وحينما يبلغ به الجيش يأتي لمعاينة ما يحصل حيث يقع الانفجار وقد تولت بوركينفاسو مؤخرا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس التي تضم بالإضافة لها كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد كما أعلن الرئيس روك مارك كريستيان كابوري حالة الطوارئ بعدد من المدن منذ مطلع العام الجاري لكن كل ذلك لم يجد بعد في وضع حد للهجمات المتصاعدة في البلاد التي يقدر عدد ساكنتها بعشرين مليون نسمة وتعد من ضمن أفقر عشرة دول في العالم وتعود بداية الهجمات المسلحة في بوركينفاسو إلى عام 2015 وقد تعرضت العاصمة واقادوغو لثلاث هجمات على الأقل وتعتبر جماعة أنصار الإسلام التي كان يقودها مالام ديكو أبرز الجماعات الناشطة في البلاد غير أن المنطقة الحدودية الثلاثية بين بوركينفاسو ومالي والنيجر تشهد نشاطا لعدد من الجماعات المسلحة الأخرى بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ترجمة نانسي قنقر